الراحة الراحة انا هقول كلام صعب عليكم شوية بس يعني هنحاول نفهمه كلمة الراحة مش معناها الراحة العاطفية ولا الراحة النفسية في فرق بين الراحة العاطفية والراحة الايه النفسية الراحة اللي انا بتكلم عليها هي الراحة الروحية ودي مش كل حد هيعرف يميزها بصراحة فردا هديكم مثل اطفالي شوية بس عشان نفهم فرضا احنا متقسمين في البيت انا واخواتي واحنا اطفال كده صغيرين دفايد انتو تو تيمز يعني احنا فريقين مختلفين في فريق عاوز يصيب في اسكندرية وفي فريق عاوز يصيب في الغرداء وفرضا احنا ستة مقسومين ثلاثة ثلاثة فانا دخلت قول يا ربي عطر يا ربي عطر اسكندرية يا ربي عطر اسكندرية يا ربي عطر اسكندرية يا ربي عطر اسكندرية يا رب يحضر سكندريا، فبابا دخل قال، خلاص يا أولاد سكندريا، ربنا سمع صلاتي، لصلاة الرب قبل، لا 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 لا، ده مش هو ده اللي نقصده، مش هي ده الراحة اللي نقصدها، ده راحة إيه؟ عاطفية، راحة نفسية، الراحة الثانية أن قلبي بيبقى موجوع، أن أنا علشان أنا مثلاً، مثلاً مش أنا يعني، بقول مثلاً إنسان طيب فعاوز أعتذر الياسة، بس في صوت مريح جواي بيقول لي، لأ يا ابونا، ما تعتذرهوش، ولما تشوفه بعد يوم، أنت لا تبتسم في وشه، ذاتس انوف، هي ووز النيد، هو كان محتاج الوقفة دي، فتلاقيني عندي سلام وهدوء ومش مضطرب، ده بالعكس، ده أنا عملت عكس اللي أنا كنت عايز أعمله، ده أنا كنت عاوز أعتذر له، بس صوت جواي مزاد، ولا زي يا ابونا تعتذر، أو ممكن أقول، أو ممكن يجي له صوت بالعكس، أصلي أصلي، أصلي، لا، ما يستهلش أن أنا مش عاوزين، أنا لما مش هعتذر له، ده أصلي 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 أصلي، أصلي، ألاقي صوت بيقول لي، ارفع التليفون وكلمه دلوقتي، مش هتنمر، يبقى فيه علامة من علامات استجابة الله للصلاة حاجة اسمها الراحة الروحية والسلام النفسي، لو الراحة دي موجودة، يبقى ربنا رد علي في الصلاة، حتى لو هعمل عكس اللي أنا كنت هعمله، أو يأكد على اللي أنا كنت ناوي أعمله، وعشان كده اتعلمت من صغري، لما كنت نروح لأبي اعتراف يقول لي صليت، يقول لي صليت، يقول لي حسيت براحة يا ابني، أقول له يعني مش هون، يقول لا يبقى تصلي أكتر، ما حسيتش بحاجة لتصلي أكتر، طب هنصلي قد إيه؟ نحن نور أنا إيه؟ كان دايما نبع اعتراف يقول كده يقول لي القديس مقاريوس الكبير، كان بيصلي نخش الصحراء الداخلية ولا الصحراء الخارجية، فضل يصلي من أجل هذه الطلبة ثلاث سنين، فإحنا ورانا إيه؟ صلي يقول له بس هو القديس مقاريوس، أنا مقدرش أصلي، يقول لي صلي تحلم، تحلم، مش هنتحرك لما تحس بارتياح داخلي، أنتم بقى كجيل ما هندومش صبر، يعني إيه؟ أبي أنا لازي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك، يعني إلي صوتك، يعني إلي صوتك، ها، 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 ما فيش حد نزل يعني، يعني السماء ما تفتح، السقف ما تشلش، يعني شفت يعني أعمل أنا دلوقتي، لا، لا، الصلاة يعني هتبقى هادي، وبتكلم أبوك اللي في السماء، ويرد عليك، وهيرد عليك، بس بهدوء، مش بصرباء،